استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجي تبون اليوم سعادة سفير جمهورية غينيا السيد الحسن باري الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف وعقب الاستقبال أدل سعادة سفير جمهورية غينيا السيد الحسن باري المنتهية مهامه بالتصرح التالي لقد حظيت بشرف الاستقبال من قبل فخامة الرئيس عبد المجي تبون المقابلة كانت فرصة للوقوف على علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بلدين الجزائر وغينيا وهذا منذ استقلال الجزائر لقد ركزنا على التعاون الثنائي وترقية الدبلوماسية الاقتصادية أكدنا أيضا على التعاون في قطاع التربية خاصة ما تعلق بمنح الدراسة التي تمنحها الجزائر للطلب الغينيين هذا كما تناولنا موضوع الشراكة الذي يربط الشركة الغينية للبترول وسونتراك وكذا الشراكة التي تجمع المؤسسات الخاصة بين البلدين رئيس الجمهورية أعطى توجيهات لدعم أكبر للديناميكية التعاون المشترك ولقد التمست من رئيسي الجمهورية الذي يقود دبلوماسية ناشطة وفعالة أن يعمل من أجل تقديم المساعدات لبلدي لاجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح وأنتهز هذه الفرصة ليقول للشعب الجزائري وحكومته أن ثلاث سنوات التي قضيتها بالجزائر ستبقى راصخة في ذهني كما أشكروا السلطات الجزائرية التي سهلت آداء مهمتي خلال إقامتي بالجزائر جزائر جزائر ترجمة نانسي قنقر